اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحاكم السياسي في اليوم الرابعي بعد سقوط الهدن بين حركة حماس واسرائيل يبدو ان الامور تتدحرج نحو الاسوأ مع اتساع رقعة الاشتباكات والقصف في غزة والتواعد الاسرائيلي بتصفية كيادات حماس على قاعدة عملية ميونخ جنوبا اشتعلت الجبهة اللبنانية الحدودية في عطلة نهاية الاسبوع مع توسيع نطاق القصف الاسرائيلي واستهداف منازل وسيارات المدنيين في ظل التحذير من انفلات الامور وانزلاقها نحو مواجهة مفتوحة على المقلب السياسي ما زال الجمود يلف جبهة الاستحقاق الرئاسي من جهة وملف قيادة الجيش من جهة اخرى بانتظار اتضاح الصورة في الايام المقبلة مواضية كثيرة سنناقشها في حلقة اليوم مع استاذ الاقتصاد السياسية دكتور محمد موسى صباح الخير واهل وسهلا فيك صباح الخير لألك جيمي صباح الخير لكل مستمعي ومشاهدي صوت لبنان شكرا لألك اهلا وسهلا فيك عن جديد دكتور محمد يعني بداية حلقتنا رح تكون مزيج بين السياسة والاقتصاد بداية نبلش بتقييم كل ما جرى بين اسرائيل وغزة بالاشهر الاخيرة بداية من 7 اكتوبر لليوم بداية نرجع بنقول للجميع صباح الخير علما ان الخير ما كتير بيلوح بالاقليم من الواضح انه الاسرائيلي بعد ما نترحم على كل الشهدة ونتمنى الشفاء لكل الجرحى نحنا بواقع مؤلم للحقيقة بكل الشرق الاوسط من الواضح انه اسرائيلي مكملي بمشروع ترانسفير الجديد 1948 عام ينعاد بال2023 ولكن القبل كان فيه شوية صور فوتوغرافية تحكي عن المجازر شوية تمسيء ودوكيومنتيشن يبحكوا عن اللي صار ب48 للأسف نحنا اليوم امام مشهد جديد موثق صوت وصورة ونقل مباشر حتى الساعة انا برأيي الاسرائيلي ممعن بالقتل ممعن بالاستهداف ما استهدف الا المدنيين باحث عن اي نصر سياسي او عسكري يقدر يتلقفوا من الواضح في مشكل امريكي اسرائيلي بما بعد غزة حتى الساعة الاسرائيلي لم ينجز عسكريا كمالة هاريس مبارح حكيت كلام وكأنها كانت عم ترد على نتنياهو نتنياهو حكي المسا على توقيت امريكا بعد 6 ساعات ردت عليه كمالة هاريس ممنوع البقاء في غزة ليش؟ لأن الادارة الامريكية تدرك بالجوانب السياسية والاقتصادية هناك اهداف اسرائيلية داخل غزة بعيدا عن 7 اكتوبة بنيمين نتنياهو اليوم عارض في اسرائيل وكلياتنا عارفين انه ماشي وقد يكون بنيمين نتنياهو في هذه الساعة الرجل الاخطر على مستوى العالم اذا ما بدك خلينا نزغره على مستوى المنطقة هذا صار مشروع انتحاري لأنه عارف حاله على المقصلة القضاء الاسرائيلي والكل يدرك انه في اسرائيل بتحبوا نبتكرههم بدورة الكيان ولكن هناك قضاء حسب يهود اولمرت خليني احكي لك شيء من التاريخ جميل جدا قول دمائير منكسرت ب73 بسبب اهمال بسبب ما جرى ب7 اكتوبر وما ادراك ما 7 اكتوبر واللي انا شبهت وطلهم كف سيبقى معلم 100 سنة ازابقية اسرائيل بها الوضعية هذا الفشل الاستخباري والامني وكل اللي بدك يا سيحاسب علينا نتنياهو قول دمائير كل هيدا مكان عنده ب73 مع ذلك الجمهور الاسرائيلي ابعه منحين بيجين بعد 82 بوقت اللي فوته شارون نتفي نتفي كمان حسب ونزح من الحياة السياسية يعني انا بطول فيه محيصة به علما انه ما كان عنده هاي الاخطاء فما بالك نتنياهو اليوم علق بالقضاء هلأ اليوم عنده استبعاء وقد يطع للشهادة وقد يدعو الى المثول قضائيا كمان شوي وبالتالي هذا الرجل اصبح عبق على اسرائيل عبق على القيادة الاسرائيلية شوف التخبط بين بني جانس والبنيمين نتنياهو وقلنت مع بعض تلات ندابات السود اللي بيقعدوا كل يوم اغرى نهار كل ما تشوفهم بتشوف حجم الكامستر المضروب حجم الكيميا غير الملتقات وبالتالي من الواضح انه الاسرائيلي بحال التخبط من بعد 7 اكتوبر وعلى رأس هذا التخبط بطبيعة الحال رئيس الوزراء الاسرائيلي دكتور محمد ما صار الوقت نسأل كمان مين ورط الشعب الفلسطيني يعني الشهداء والارواح هيدول اللي راح احكي فيهم فقط ما راح اتطرق لموضوع الخسائر والدمار كل هيدول الاساس هيده التوريطة كمان اليوم يلي تورط فيها الشعب الفلسطيني ما في مسؤول عننا خلينا نحكي كلام سياسي عاقل راح ابدأ من كلام جوتيا ريش 7 اكتوبر ما خلقت ب7 اكتوبر وليدة 75 سنة ويمكن لبنان جزء من ورا هيده الازمة اللي ولدها الاسرائيلي نفسه واللي كمل استلاده حقيقة هو المجتمع الدولي اللي تغافل عن القضية الفلسطينية وتغافل عن حقوله انا بدي لك كلام واقعي جنحوا الفلسطينيين للسلام اصلوا ماذا انجز الاسرائيلي باصلوا بس بدي اعطي ارقام للناس تعرف ناس تحب الارقام عطل الاسرائيل عطل الاسرائيل جايك ربين مين اتلوا اليمين الاسرائيلي شارون بالالفين مع ياثر عرفات الى اخره اليمين الاسرائيلي من الواضح اسرائيل لا تريد ان تقدم الارض مقابل السلام كنا ب30-40 مستوطني بالضفة صرنا عم نحكي ب156 مستوطني كنا عم نحكي ب100 الف صرنا عم نحكي ب800 الف مستوطن طب الى متى؟ هاو كيف دوا يتفككوا؟ وبالتالي لا ضغط حقيقي على اسرائيل وجايك على حماس لا ضغط حقيقي على اسرائيل لابرام حل الدولتين الحقيقي دولة فيها الضفة فيها غزة فيها القدس الشرقية بالحد الأدنى هاي متطلبات الفلسطينيين ومتطلبات العرب ومتطلبات المبادرة العربية اللي طلعت من بيروت لليوم الاسرائيلي ما مستعد يعطي وتمويت القضية رايح اكتر واكتر خاصة بعد ما مشيت مسارات التطبيع بالمنطقة وفرادة دولة دولة وصل لانو انا لابدعطيهم بلا ما اعطي شيء امتلاقا منهم ايجا 7 اكتوبر 7 اكتوبر اليوم للحظة انا ما بقدر بدينه بكلمة اللهم يطلع من هيدا الدمار من هيدا الدم من هاي التطحيات واللي هي بالألاف حل سياسي حقيقي بتقلي حل الدولتين بيلك حل الدولتين اي دوليتين على اي جغرافيا شو قوامة زمني شو مداها الحيوي هيدا كله بدينسأل اذا ما طلع بعد 7 اكتوبر حل سياسي يليق بحجم هذه التطحيات نحنا بورطة نحنا بمشكلة يعني هونيكي بالصحة تقييم طبعا طول ما الميدان قائم انت بعدك ما فيك تقيم ابعاد العملية للحظة بدك تقول 7 اكتوبر ما اجت الا نتيجة تعنت اسرائيلي وللأسف غطر في امريكي ودولي وين اللجنة الربعية من اجيك وين اللجنة الربعية اللي كانت مكلفة بعملية السلام مي بعد بيحكي بعملية السلام وبالتالي هناك دول تتطرب الاردو لبنان العديد من الدول العربية بعض في عند لاجين الى اخره اجينا اليوم الاسرائيلي عم بيفاجئ العالم كل اياته بمشروع ترانسفير جديد معه ليأكدوا الاسرائيلي لا يقتل بس الاطفال وللنسى الاسرائيلي يقتل الحياة في غزة لما بتضرب المشافي لما بتضرب كل مقومات وبنية الحياة انت شو عم تقلون شرفه طب بالاول شو كانت العملية شمال غزة طب ما هو قال انه خلص في شمال غزة هني عم يضربوها تحت حجج اليوم انه هيده مراكز عسكرية جيمي والاسرائيلي كان بغزة والاسرائيلي كان بهيده هو هو كان حاطت مراكزه تحت المشافيات هو رجع يهدى براك عراهم بس انا بديلك اليوم القصف بجنوب غزة اكتر من شمال غزة وبالتالي المطلوب دفع 2.6 مليون فلسطيني نحو مصر والطام الكبرى انت عم تحكي عن مصر مصر يعني الامن القومي العربي يعني الامن القومي المصري ويعني اذا تم الترانسفر اللي عم ينحكي عنه لن يكون لا الاردن بمنأة ولا دول الطوق كله بمنأة عن هيدا الموضوع ما سأت مشروع الترانسفر انا برأيي حتى الساعلة طالما قالت القتل فيه مش فيه معارضة فيه مواجهة مصرية اردنية عم تمتد عربية وحتى امريكا تراجعت عن هيدا الطرق قالوا امريكا كتير بتحكيني اسمع كلامك اسدأك اشوف امورك استعجب انا بدي اسألك انت خبير ومحلل وقانوني امريكا ما قدراني تضبط الاقاع اليوم باسرائيل وتوقفه ومش مزبوط نتنياهو عم يطلع بكل خطاب طلع بالمسار التصاعد طلع بالاسكلاش تحكيه تصاعد بوجه الولايات المتحدة نحن وشركان الامريكيين يعني عارف يعني عارف ما كنته فتدلل وبالتالي شو بيمنع يكمل تدلله قعد تدلل بجنوب لبنان من 78 للألفين مين قال له وين انت ومين رح يقل له وهلأ مكمل قتل هل يعني معي سؤال بكل براءة كم يكفي من الدم الفلسطيني لحتى توقفوا يا شباب كم يكفي من الدم الفلسطيني حتى يتحرك المجتمع الدولي يعني بالنهاية هاي قضية عمره 75 الاحتلال الباقي في بعد القرن ال21 لك يعني شو عط فيه حركات اليوم اللي عم بتسير على قضاء او على هيك يعني على القدر المطلوب برأيك انا بعتقد ما بحب هيدا يعني في قمم عم بتسير هيدا الطعم ما بحبه كل هيدا الطعم بأي مصار و بأي حركة كل واحد يفعل ما يستطيع اللي قدران عن يشتغل بسلاح وعنده وحدة سحات وعنده ارتباطات بيشتغل بطريقته واللي عنده قدرة دبلوماسية فلينهض بطريقته واللي بيقدر بالمنحة الانسانية فليفعل المسألة اليوم نحن امام جينوسايد امام ابادي جماعية تطهير عرقي واللي بيفكر انه هيدا بيمرق مرور الكرام صدقني سيكون القادم اشد على كل المنطقة اسرائيل بحالة جنون وهستيريا من بعد 7 اكتوبر هناك تخبط واضح طيب عم نحكي بموضوع اسرائيل ليش ما عم تحكي كمان انه ممكن فيه مين ورط هيدا الشعب يعني اليوم حماس تورطت بموضوع رغم كل النفي بالمنطقة انه نحن ما دخلنا مباشر بس مين في مين ايران واذرع ايران بالمنطقة ما ورطوا الشعب الفلسطيني يلي عمينا شماعة بين كل ديئة والتاني بيطلعوا بيحكوا بهذا الموضوع بس وقعت فلسطين اختفوا كله نصار نحن ما خصنا دغري شلحوا العبائية يا جمي هي وقت فلسطين اليوم ولا وقت من 75 سن هي وقت بس خليلي كمب اليوم في دم ويهدق ويهدق سأناعمل لك لا تستطيع تقييم قيمة هذه العملية ان لم تتحقق بأهدافه الاسرائيلي قال اهدافي اجتساس حماس اهدافي تطهير القطاع اهدافي اهدافي طيب باخر العملية بنقول له شو حققت حماس كانت واضحة 7 اكتوبر طبيض السجون مش هيك طبيض السجون واحياء القضية الفلسطينية من اول وجديد يا خيه قديش فيه بالسجون الاسرائيلية 7000 7000 صار ميت حوالي 20 ألف فلسطيني ما فيك تقييم بهذه الطريقة يا جيمي ما فيك تقييم بهذه الطريقة اليوم اليوم القضية الفلسطينية انا وياك بنتأكد انه كانت مغيبة انا لست بموقع الدفاع عن احد يعني هايول تمن اعد القضية الفلسطينية على طرف المقودة قد يكون يعني حجم الشهداء اللي كب وحجم الدم كرامة هاي القضية المقدسة لليوم بعده قائم المشكلة انا برجع بقلك المشكلة الامريكي نفسه انا مشكلتي مع الاسرائيلي عارفوا عدوي من كان يريد حل منذ 1991 وبجر منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين على الطاولة اليوم بعد 34 سنة شو انجزلهم كل حلفاء امريكا في المنطقة شو قدم لهم الامريكي ليسبت امورهم بوجه اي محور اخر ما قدم لهم شي المشكلة الامريكي تارك الاسرائيلي يخدم كما يشاء يفعل ما يشاء وما عم بيقدل لكل حلفاء العرب سوى مزيد من الخربطة داخل دولهم مزيد من قدم دور الدولي بدولهم مزيد والامريكي شو بيعمل بيتفرج شوف لي كل الاقتصادات هيدا ولاية من الولايات المتحد يعني هيدا هيك تعودنا طيب قبل ما انتقل الى الملف الاقتصادي ونحكي نحن وياك تنعرف مستقبل السياسي لانه مستقبل السياسي مرتبط بالواقع الاقتصادي بدي انلك بس كلام رئيس جهاز الامن الداخل الاسرائيلي الشباك عن ملاحقة حركة حماس في كل مكان خارج اسرائيل والقضاء عليها حتى لو استقرق الامر سنوات مستذكرا رد فعل اسرائيل بعد عملية ميونخ وباعتقد رجعوا واغتيالولا سلامة بعد عشرين سنة على ما اعتقد لا وكملوا باغتيال في عدة اختيالات ولكن طلت وابو اياد والاغتيالات في تونس والاغتيالات وصولا لاغتيال المرحوح بدبي تخطط العشرين سنة يعني هذا الكلام شو يا سيدي الاسرائيلي والاغتيالات وجهان لعملة واحدة مشغلته الموساد غير هالقصص بس الكلام بالمنحة السياسي كلام له مؤشرات خطيرة وهذا العمل لك يا على كل الاقليم وين موجودين قيادات حماس اليوم فعليا هو هدد بتركيا بقطر بلبنان بالاردن شو يعني انتي اليوم بلشت لك بلبنان كان كلام واضح بفتكر لسيد نصر الله من حوالي شهرين ثلاثة اي استهداف داخل الاراضي اللبنانية لاي مسؤول رح يكون الرد يوازي ما جرى وبالتالي انتي امام مشهد رح بلشت لك في لبنان روح على باقي الدول هو بيقدر يستهدف بتركيا تركيا عضو بالنيتو بس تذكره هو هدد صراحة هو هدد قطر ليش عم تروح على روح على قطر يلي حضنطن و نحظة قطر ما استحت بما فعلت وقطر أبلغت العالم كله تعبر سفيرة بواشنطن حماس موجودة بقلب قطر والامريكان بيعرفوا وتحت مصوغ امريكي وبالتالي ما حدا يتضحك على حدا اليوم امريكا تدرك كل ما في المنطقة هلأ اذا كان للاستهلاك السياسي هذا الحكي شيء لتريح الجبهة الداخلية شيء وهون بياخدني الحكي يعني حجم الضغط بالجبهة الداخلية جيمي اذا تعطيني دي اقتام بيعطيك ارقام كتير كتير خطرة رح نحكي بهذا الشيء وخاصة يعني بالحديث اللي ما نحكيه هلأ قدي مرتبط اليوم الواقع الاسرائيلي وواقع المنطقة بشخص نتانياهو ونحكي شوي ما بعد نتانياهو اذا رح يبقى الوضع على ما هو عليه هلأ يعني في حكومة حرب ما ننسى في وضع اقتصادي في وضع وجودي في بعض يقول انه هيدا قضية وجودية لا اسرائيل يعني مش مرتبطة بالموضوع نتانياهو هل هيدا الشيء رح يختلف من بعد في حال تم استبعاد نتانياهو والارقام والاقتصاد باسرائيل وبغزة شو بيعكسوا على المدى المنظور بدنا نبلش غياب نتانياهو اعتقد باته حاجة امريكية وحاجة ملحة للمنطقة كلها تأز المنطقة بدتروح على حلول بس ما في واحد بدي يلابسوه الكارسي انه قبل ما يفل هو بيعرف بقاءه بأمد بقاء الحرب لهيك الخشي على كل الجبهات وفي مقدمتها الجبهة اللبنانية هاي رأمه واحد وبالتالي هذا الرجل صار أمد بقاءه كمجرم حرب وانا يعني اقولها بكامل يقيني على اللي شفتم من اطفال فلسطين من القتل اذا مجرم حرب يرقى الى ميلوسوفيت شو بيتجاوزه تمام وبالتالي هذا الرجل يدرك تمام الادراك انه بقاءه بالسلطة وبقاء الحرب اتنين اليوم في ضغوط على نتنياهو بلش من الضغط الامريكي اللي ماعد ادراني يغطيه على ما يبدو وكلام بايدن وكلام كمالا هارس كلام جوزيف بوريل انه خلص لابد من حلول اللي في ضغط انساني الثلاثة ضغط اهالي المختطفين ضغط الاسرى الموجودين عند الفلسطينيين اليوم باسرائيل خاصة في ناس ظهرت وناسبية انت بتعرف هاي شو بتعمل اليوم المدنيين اللي هو كان ضغط اكتر لو كان بالنهاية العسكر له اهله شو يعني العسكر مكبوب هيدا كان عم يدافع عن الوطن وانت عندك امكانية انك تشيله لو انه رايح تسكي انت عم بيفوضك عم بيقلك الكل مقابل الكل وبالتالي هيدا كمان انه الجبهة الاقتصادية لا تستطيع التحمل اكتر من هيك خليني نقول لك شوية ارهام 273 مليون دولار خسائر اسرائيل يوميا كلفة الحرب بالتقريب تفوق ال54 مليار دولار عم نحكي عن 210 مليار شكل وللتسكير الوضع الاقتصادي باسرائيل قبل 7 اكتوبر كان فيه ازمة الاصلاح القضائي تتذكر بين التطرف وازمة الحكومة وبالتالي كانت من عكس على الشارع الاسرائيلي ومنعكس على اصاد الاسرائيلي نفسها فكيف اليوم مع كلفة حرب 8 مليار دولار مخفض الاحتياط الاسرائيلي ب40 يوم 7 مليار بالمباشر هلأ عجز بالموازنة جنود الاحتياط 360 ألف اللي جابهم كل شهر 1.3 مليار دولار مليار و300 مليون دولار رواتب اكتر من هيك نصف مليار بسبب غيابهم عن سوق العمل حوالي ما يقارب 2.3 مليار دولار ركز معي خسائر شهرية ترتبت بالاقتصاد direct cost طيب شركات الهايتك اسرائيل تتميز بالتكنولوجيا فقدت كتير من الناس اللي راحوا واصبحت بدها من الحكومة اللي تقدر تكمل طيب غلاف غزة وغلاف جنوب لبنان ظهر 200 ألف زنمي 160 ألف بني آدم هول 160 ألف مين بيرجعهم هول الكلف اقتصادي هول مش عطريتنا ظهروا من جنوب لمعطرين شي راح على الدراسة رسمية وبيعطوه ما بيعطوه وشي راح عند أهله عبيروت هول باستضافة الدولة هول تكاليف اقتصادية مباشرة من الكلف المصروفات الاجتماعية اسرائيل وبالتالي هيدا شو دفع الحكي هيدا دفع foreign policy تحكي انه الاقتصاد الاسرائيلي 15% من قيمته المباشرة بلشت بالهبوط جي بي مورغان اتحدث بالمباشرة عن انكماش بالاقتصاد يقارب 11% بالمباشرة standard and words حكيت عن نفس النسب بالانكماش وقدرت اذا بتكمل الحرب على المدى الطويل قد يكون الاقتصاد الاسرائيلي كله معرض للاهتزاز لانه بعض الشركات الرئيسية راح تبلش شو تعملون الضبض بكالكيشا وهون عرضيا هل يعلم البعض انه قرابة ال500 الف اسرائيلي غادروا اسرائيل يعني عم نحكي من 10% ال12% من الاسرائيليين غادروا البلد وبعد الحرب ما اشتدت حقيقة بعدك بغلاف غزة فما بالك اذا تحركت الضفة وتحرك الخط الاخضر من الداخل لذلك اقول كل هذا لأقول انه العامل الاقتصادي بيتوصل بعد براكز الدراسات حتى انه ما يفوق 250 اقتصادي اسرائيلي جيمي خاطبوا رئيس الوزراء لإيقاف الحرب حتى منوع بمشكل اقتصادي لأول مالو آخر الدور الامريكي بكل هايدي الكوارث اللي واقعة لإسرائيل اليوم بتقدر إسرائيل تكمل إلى أبد لأبدين طالما في قطع طالما في قطع امريكي مفرقني طبع والأموال موجودة والدعم مصد اول 14 مليار و10 مليار ورا مننا هايدي واحد اثنين اذا عم نحكي بهذا الطريقة يعني اليوم اكتر شي ممكن تخسر وإسرائيل اليوم خسرته واليوم هي بأدنى المستويات بكل شي هايدي شو نحيين عكس برأيك عم مستقبل من اليوم راح قولوا بالطالع يعني مفرقني مع بقى شي إسرائيل سؤال حلو كتير إسرائيل قال وزير الخارجي إليكم هاي بوضوح إسرائيل في أدنى مستوياتها للقبول شعبيا تجاه كل أوروبا وأمريكا نحن بالعالم اليوم صورتنا عم بيقول زبالي ومعت فرقاني معهم ولكن نحن مكملين بالعملية اتنين سموتريتش العنصري وزير المالية بيقول إسرائيل بأقصى درجات السوء على المستوى المالي والاقتصادي يعني الجماعة صاروا خلاص صاروا انت يقلت حكومة حرب هن بحالة حرب رسميا وبالتالي انعكاسة شو بيكون انعكاسة هون دور الأمريكان إذا الأمريكان حقيقة بدوا نحل الدولتين وأنا أستبعد ولا رأعطيك مؤشراتي بالموضوع ما بيكمل الموضوع ما بتكمل الحرب أما وأنه الأمريكان للحظة بعد ما لقوا حلول على طريقتهم المشكلة مع الأمريكي قال لفروف الأمريكي ينطلق من أي حلول يرتضيها الإسرائيلي وبعده ما شايف لا العرب ولا العروبي ولا الإسلام ولا المسلمين ولا المسيحيين بكل هذا المشرق بعضه عم ينطلق من فكرة إرضاء الإسرائيلي ولكن اليوم بالأمريكي كمان بدي يدرك أنه الأبعاد بالمنطقة بزمن السوشال ميديا وبزمن التواصل اللي عم بيصير بالأرض وبزمن الضغط على المستوى الإنساني بات ما متل قبل وبعتقد حتى بقلب الحزب الديمقراطي نفسه الرئيس بايدن صار عنده معارضة والدليل رسالة وزير الخارجية الأمريكي إلى موظفي الخارجية لتبرير ما يجري رسالة السفرة الفرنسيين بالمنطقة للرئيس ماكرون لا هذا واضح في تحول بكل ما يجري هذا شو راح يقول لك هذا بيقول لك أنه إسرائيل قد يعطوها فترة سماح للتجزير بالناس للأسف نحن نحكيها طب بس لأمتين القتل إلى ماذا سيؤدي يؤدي إلى واحد من اثنين يأما تحقيق هدف الترانسفير ونحن هون بنكون أمام مشكلة على مستوى المنطقة كلها يأما بيأخذنا على محل أخطر وهو للأسف رح نكون أمام مجازر أشد من هاي بكتير خلينا بس فند شوي أرجع معك اللي حكيته بالأجوبة السريعة يعني اليوم إسرائيل ما عنده شي بقى تخسره يعني هي قادرة تتخطى كل أو تخطط كل هي تخطط كنش هي وتروح بعد إلى أبعد يعني ممكن تعمل شي نحن مش متصورين سأقول كلمة طالما أنه نتنياهو موجود بسدة السلطة لا حلول ولا هدن ولا اتفاق وممكن تروح إلى مطرح قد نروح لجبهات أوسع طب بقاءنه تنياهو خطع هذه واحد اتنين طالما هي قادرة تروح بهذا الاتجاه طالما في دعم لأمريكي من الواضح حتى اللحظة الدعم الأمريكي لا محدود أوكي الشغلة الثالث هي اللي بتأثر على اتنين قديش يقدر الأمريكي يضل بيظل لحظة هذه الحرب مش بس بالاقليم بالعالم ككل هل هذه الحرب أثرت عالميا أكيد نعكس تنعكس شيء على أمريكا خبر يا صديقي لما باب المندب كل يوم عم ينضرب سفينة بتسألني التجارة الدولية والملاحة الدولية وين صارت كلها في التأمين وين صارت كلها في السفن وين صارت قناة السويس مربوط بباب المندب وين صارت أكتر من هيك ناقلات البترول أنت 30% ينطلق من البترول من هاي المحل انتصار الربط ما بين حرب غزة وباب المندب والأمور رايحة إذا راحنا لأسكاليشن أعلى لتصعيد أعلى قد نشوف قد نشوف ساحات جديدة وبالتالي بعض البيوت الاستشارية بالولايات المتحدة قالت أي تحرك بتكون إيران ضلع فيه أو إلى ضلع أو أزرعها فيه عم تحكي عن برميل لفط ب150 دولار بزمن التضخم بالولايات المتحدة حتى الساعة لم يضبط أكتر من هيك بقول لك ماذا عن كل طرق الملاحة الدولية جانت يالين حكيت على الاقتصاد الدولي يا ترنح وبدي يذكر ما علي السيد بانجر رئيسة البنك الدولي كريسليانا جورجيفا بقمة المناخ حكيت لابد من وقف هذه الحرب وقال لأ انعكساتها اللي لم تظهر الآن ستظهر في القريب العاجل وخليني يذكر نحن طالعين من كوفيد 19 بتريليونات الدولارات من الخسائر وراء منها الحرب الروسية الاوكرانية اللي انعكست على أسواق الطاقة وأسواق الغذاء وبدي يذكر هون ما علي لو سمحت لي 30% بآخر عام أو عام ونص ارتفعت أسعار الغذاء وانعكست عامين على المجتمعات الفقيرة الأمح خبز الفقير اتفاقية اسطنبول اللي وقفت بين روسية والغرب اللي كانت اسطنبول رعيتها وبطل يتصدر الأمح لا الاوكراني ولا الروسي هيدا شو عمل ارتفعت أسعار الغذاء وبالتالي اليوم الدول الافريقية كل ياتا بحالة ومنها دول الشرق الأوسط ومن جملتها لبنان وليبيا وتونس وغيرة اللي بيعتمدوا على القمح الروسي والقمح الاوكراني أمام مشاكل لما بتحكي 30% بالمتواصل ارتفع أسعار الأمح قد يعنعكست على كل التجارة الدولية وبالتالي انت اليوم بدل ما تجي بعد كورونا وبعد الحرب الروسية الأوكرانية تهدي الأمور انت شو عملت جاك تصعيد جديد بالشرق الأوسط وحتى الساعة هو في جبهة محددة غزة إسرائيل وان شاء الله ما بتتوسع طيب تأثير من أكبر حرب غزة ولا الحرب اللي كانت عم بتصير بين روسيا وأوكرانيا لا أكيد الحرب الروسية الأوكرانية بكل أبعاد انت عملاق النفط بالعالم والغاز والأمح وأكتر من هيك عملاق الأسمي الزراعية بلس هذا الكمل هائل إذا أمريكا بقيت سني وشوي ودعم أوكرانيا وعم بتمولها ما بتضل دعم إسرائيل وين دعم أوكرانيا اليوم وين زيلنسكي بطل يحكي بالدونباس زيلنسكي عبال مين اليوم ما عجابه كاريكاتور حلو نتنياهو بس بعده بعده الأمريكي دعموا لزيلنسكي وبعده حطوا بوجه طيب بعده حطوا بس إنجازات وين حملة الربيع وحملة الصيف وحملة اليوم اليوم صابوا زيلنسكي هلا مثل القضية الفلسطينية مين يعني يحكي بأوكرانيا اليوم بالعالم على بال مين يعني عم تلي هيدا الحرب مستفيدة مننا روسية أكتر الروس أكيد حكما حكما روسيا اليوم مين عم ينزل الحرب الروسية الأوكرانية بغض النظر إجت كونسايد مون الخبرية بالصدفة بالمناسب محضرين لمحور لمحور أنا لم أعرف أنا أعرف عند حكيك أرقان اقصاديا طبعا أكيد بمكان ما الروسي اليوم وين العين طيب شو رح تأثر كل هيدا الخرب مع الأوكرانيا كمان تما ننسى التدابير اللي متخد بأوكرانيا وروسية على الاقتصاد العالمي بالمستقبل بكل أريحية بقلك الاقتصاد العالمي يترنح على حفف الهاوية وإذا بنكمل هيك يعني بدي لك شغلي رح تيك مسأل وسيط التدخم وصل لتسعة فاصلة سبعة بالأفرج بين أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي نزلوا في إلن ست شهور كل محلة المسافة الزمنية بدال ما تأثر لليوصلوا للتارجت اللي هو 2% عم بتزيد شو السبب السبب هاي الحروب المتنقلة وبالتالي اليوم لما بتحكي أنت على مستوى التدخم بالعالم أسعار الفائدة بعد ما نزلت شو يعني اليوم شوف أسعار الدهب وهلأ أي خضمة باب المندب هرمز حدود جنوب لبنان سفينة أو اتنين بالبحر الأحمر أو ببحر العرب وين بيصير برميل النفط انهيار هيدا الاقتصاد العالمي الحالي مين المتضرر الأكبر من الانهيار الدول الكبرى شو هم هلأ قمة الصين وأمريكا الأخرانية شو كانت شو كان عم يتسلوا الشلاب يعني بايدن وشي كانوا عم يحكوا ليبقى الهوتلاين مفتوح نتيجة الظروف الاقتصادية على مستوى الاقتصاد العالمي ككل الاقتصاد الصيني من بعد كورونا مروا بظروف صعبة ونهيك عن عقوبات اللي كانت جاي من الرئيس ترامب اليوم بايدن عنده مشكلة بتسقيف الدين الأمريكي سخف الدين الأمريكي حبيبا بس بدي خبرك انه طير مكارفي من شهرين ونص واليوم بعد معهم لخمسطاعة جنيووري بس انهم يقدروا يصرفوا وعم تقول لي بديوا يعطي إسرائيل وبيديوا يعطي أوكرانيا ايه رح يضل يعطي انا عم قالك رح يضل يعطي بطبق لأنه لأنه نحن كلهم عم يطبق هو كله تطبيع من بعد ما سقوط عرياض سالينة وبالتالي اليوم نحن كتير قريبين من نموذج الأمريكي عم تكلم ده ينوكمل كانت القصة وبالتالي اليوم المشرع الأمريكي نفسه دافع الضرائب الأمريكي نفسه ألا يدرك أنه ديان أمريكا بآخر عشر سنين الضعف 31.7 تريليون دولار ديان أمريكا وبالتالي اليوم انتبه وبيدي أقول لك شغلي هون من الضرورة وهي جزء قد تكون من مسار حل اللي هو اليوم مش طايق شو اللي عم يسوي بايدن اللي هو انه انت فتت بحمى الانتخابات الأمريكية انت فتت بآخر عام مش بآخر عام فتت بآخر 11 شهر بس إذا أجه الجمهورة حيترحموا على بايدن ما مشهر مشهر الكل سيستقطبوا انت بالولايات المتحدة آخر شي إذا التوجه الأمريكي رحكي الكلام الكل يدركوا إذا التوجه العام لمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية وانتشارها بكل جنوب شرق آسيا وصولا إلى موانئ المتوسط تريده الولايات المتحدة عبر طريق البهارات أو التوابل الهندي اللي جاي من الهند ليصب بحيفا ولا المناسبة ميناء حيفا مع الصينيين مئة سنة نسوا الشباب وبالتالي إذا هيك انت بدك تواجه عبر هذه الدول أنت تحتاج إلى مقاله سمو ولي المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان منذ ثلاث سنوات عندما قال أوروبا القادمة هي الشرق الأوسط ولكن نحتاج إلى صفر مشاكل صفر مشاكل أولى أولويات أنك تهددت هيدا حلم محمد بن سلمان كيف اليوم بترجمه بيظل كل اللي عم بيصير بالمنطقة وبالأكليم بعض وقابل للحياة ورألك شي وجاوبني أنت هل كنت تعلم أن المفاوضات في الصين تجري بين السعودية وإيران وفقت نهار التنين شفت أنا بدي لك شغلة فوق الطاولة وتحت الطاولة ما حدا بيعرف أنا مقتلع تماما الاقتناع أن الميدان يعمل الآن وهناك تواصل دبلوماسي يجري ربما في الدوحة ربما في مسقط ولكن تخريجة الحلول السياسية إلى مرحلة ما بعد حرب غزة هي التي تبحث الآن وإذا لأولى أرضي ما تنسجن بالحد الأدنى مع متطلبات الدولة الفلسطينية ذات السيادة بشكلا مينا مطار حل عادل لمسألة اللاجئين بما يتوافق مع القائم عربيا تجي بتقول لي يمكن أنا بقول لك بحر ونهر يا خي بس بالتوافق العام العربي إذا بيمشي هذا الحل بأرضي ما قد تتجه إلى هذا الحلم الذي تتحدث عنه والدليل يوم هذا الذي جرى في الصين بهذا الاتفاق المبارك والذي بريح المنطقة وبينكس على سحاته ماذا لو انعكس هذا على كل المنطقة السؤال أين الإسرائيلي من الموضوع الإسرائيلي لماذا السؤال أين الإسرائيلي أين إيران كمان من الموضوع إيران مع مالك تفقت مع السعودي بس الإسرائيلي اليوم اصطدم بهذا الموضوع لأنه كان ماشي بمسارات التطبيع فلا الصبح الإيراني صار بالبيت السعودي شاف وثير الخارجية السعودية بس هل في التزام إيراني كمان هيدا تبه الالتزام الإيراني واليوم مصلحة العربية بتقتدأ أنه مثلا ينضل هيمنة إيران على 3-4 دول هيدا جزء من مسار التفاوض السعودي الإيراني اللي كان ماشي بتقلي ببطء بتقلي شو خلفياته وشو عم بيصير بقلك ما حدا يمكن أن يدرك إلا اللي قاعد على الطاولة ولكن الأكيد أنه إجت 7 أكتوبر صرنا بغير محلات هل هل كانت 7 أكتوبر ربما على طريقة السادات الحرب من أجل السلام حرب تحريك ليس حرب تحرير أو كانت ربما مدخل لحل الدولتين مسار الحلول بكل المنطقة قلت لك بدك تنطر الحرب تضع أوزارها حتى يبنى على الشيء مقتضاء دكتور محمد موضوع لبنان من كل ما يحصل في الأقليم أكيد إنعكاساته سلبية فقط ما في شيء إجابة على هذا الدور ولكن إضافة لكل ما يحصل في الأقليم أيضا الدولة اللبنانية أو المسؤولة اللبنانية ما في دولة اللبنانية بعتذر الحاكمين اللبنانيين عم يبشرونها بموازنة كمان ما بعرف شو رح يكون إنعكاساتها بدي منك بشكل هيكي مبسط متل ما بتعودنا دايما لكل المشاهدين والمستمعين يفهموا علينا خاصة لغة الأرقام هي لغة تقيلة شوي شو هاي الموازنة شو إنعكاساتها والكوارث يلي ممكن أول شيء يصف لهذه الموازنة ما لن نزيد عليها غير موازنة الضرائب من كل جانب يعني موازنة ضرائبية الضرائب من كل جانب كيف ما بتبرم بتاكل ضريبة تكاف ضريبة السؤال نبدأ لنبسط الأمور لما نجي نعد موازنة بنطلع فيها بنطلع بجملة متطلبات بنقول عدالة وين العدالة فيها لا عدالة رأسية ولا عدالة أفقية شيء يعني رأسية مشان العالم تعرف يعني الشرايح اللي معه مصاري فوق صار يدفع مثل اللي تحت كيف والعدالة الأفقية بيكونوا على فرد لفل هيدا بيدفع رأم هيدا بيدفع رأم اليقين انت متيقن انك بدك تاخد هاي الأرقام علما انه 23 بعدك ما بتعرف أرقامها وما قال قطع حساب ولم يصدق عليها بالمجلس النيابي على أي أساس بنات أرقامك اتنين بتجي بتحط ضريبة طيب في شيء بنسميه نحنا principle of taxation مبادئ الضريبة هيدا التاكسيشن اللي بتحطها هيدا الدرائب بتحطها بدك تنطلق وتراعي جملة معايير بقلبها أولا تطلع انت بدك تغطي أكبر شريحة ممكنة هل هذه الضريبة عم تستهدف أكبر شريحة تمتلك المال ولا عم تضرب الفقرة لما بتكون الضرائب الغير المباشرة هي لها حصة الأسد التلتين جوا من التفقاء وجر على الضرائب الداخلية على الرسوم الغير مباشرة على السلع على الاستيراد ومنهم أحلى شيء صرنا نعمل موازنة بعملتين بالليرة وبالدولار وهون حط ألف علامة استفهام ما قلنا بالزمانات يا روحوا هيك يا روحوا هيك بس لما تكونت روحوا هيك دولوا للمعاشات خليني كبير وهي دي بحاجة لتسبيت طبعا طبعا جايين أوكي بساطة الهيكل الضريبة مين فايت بالهيكل الضريبة جماعة القطاعات المطاعم والسياحة فايتين بستين ضريبة أي بساطة هيكل ضريبة ما عم يفهموا منها انفاتوا ومنها انطلعوا الموضوع العقلانية هيك اللي معايير بالضريبة بتكون العقلانية ورسم رسوم دون مبالغة ما بتسمع من قطاع إلا بيئلك عم بيقص راسي أكتر من هيك العدالة الضريبية مفقودة أكتر من هيك limited ركز معها كتير exceptions بد يكون فيه القليل من الاستثناءات بالقانون بتاع الموازنة المناسبة قانون الموازنة كل الاستثناءات يستثنى يعطى يستثنى understandability ليه هاي دي ليه هالاستثناءات كل قطاع له استثناءه المصارف إلى استثناءاته هيدا بيقودني لألك شو لألك كل هاي الموازنة إذا بدون يبلشوا يعدلوا فيها بلجلة المال والموازنة لن يبقى منها شيء شيء بيقول لك هلا رح يطلح لألك بالشعبوية أنا برأيي على ما يبدو ملائكة رياض سلامي حاضرة الدكتور رياض سلامي يقلوا عبارة شهيرة خلدها التاريخ بكرة بيتعودوا للأسف اللبنانيني بيتعودوا هاي الموازنة انطلقت إذا بدك نسميها موازنة بكرة بيتعودوا لما بدي يطلع أيها بالمتوسط أنت بالنفقات دافع سبع أضعاف عن مقارنة بـ 23 علما أنه مقارنتنا بـ 23 سبع أضعاف فقط من 40 ألف مليار إلى 300 ألف مليار طيب خير أنت بالمقابل الرسوم زدتها 16 ضعف بالحد الأبنى وفيه مننا وصل لـ 30 ضعف وفيه مننا مأخود بالدولار الأمريكي وبالتالي أنت أمام اتمنى أضعاف نفقات بقبلها 16 الضعف عن 23 ضرائب على ضرائب الدخل على الأملاك على الرسوم على الرسوم القضائية على ما أخلى شيء طيب هون هاي المعادلة كيف ركبت أكتر منك هذه الموازنة الرقمية بالشكل اللي لازم يتعادل هيدا مع هيدا ويا سلام هون عملنا التوازن طيب ما فيها على أرقامهم 14% عجز ما خبرنا المسألة هي كلياتها كيف تجيب إرادات بس أنت كل الإرادات اللي عم تتوقعها هل بتشوفها يعني على سبيل النكتة إرادات من سندات الاكتتاب بلد عامل سيلكتف ديب فولت من أزار 2020 إفلاس إرادة ممتنع عن الدفع من أين بيجي الإكتتاب من أين بيجي إرادات فيها هيدا كيف حطينا نهيك على الرسوم الأموات اللي شالوه هون واللي بدك وبالتالي ده لا هيدا الريترو أكتيف هيدا المفهور نجعي أكتر هاي بابعرف أنت أدرى بالأنون هاي بابعرف سألي شرح أكتر من هيك موازنة فيها احتياط الموازنة مش للعالم حسب تعمير حاكم وبعدين تعلم حسبك ما بفهمت لا احتياطي أكتر احتياط الموازنة من أنهم يقبلوا الدفع تاني شي تم الدفع خلص من التوتل ريفنيو جوه توتل النفقات سوري توتل النفقات في 33.4 احتياطي موازنة احتياطي كيف يا أخي يعني موازنات هاي بحط خمسة بالاحتياطي بتحط 35% احتياطي مين عملها هاي الموازنة مين عملها بالقانون مين بيعد الموازنة انت بدك تجاوبني وزير المال يعدها وزير المالي أنا على ما أسئوليت ومعرفت ما ما عود خبر فيها وزير المال يا أخي لا كان عم يدافع عنها وليش أنا مسبارك كان عم يدافع نعم بأعرض مجلس النور في شي ريحة هيك لعلي حسن خليل ما بعرف أنا الأكيد أنه نحصل لأنه فيه مثل دور عم ينلع بس انتبه بين حركة أمل وبين الوزير وبين الحكومة ما كأنه بيتمصلوا مننا حركة أمل ما رح مشي معك السبب أن حزب الله ونواب حزب الله قالوا قد نمشوا ضد الموازنة وقد يمكن ينزلوا شارع إذا بتكمل أرعام الموازنة هاي شو كيف بدك تفسرها هاي بالنهاية الشعب اللبناني تحكت مقصلة أرقام الموازنة إن أقرق ستفقر أهل الشعب اللبناني لن يصل اليوم العالم مش مرتاح اليوم اكتار ما عم يدفعوا لا رسوم بلدية ولا رسوم وقدران يدفع الكهرباء أساسا اللي عم تجي صار لحظة لحظة أهم شيء أهم نقطة لشو هالموازنة شو الهدف مننا هيدا هالكلب دي لما بنجي بنقول موازنة وبنقول إيرادات ضريبية يعني فيه سياسة مالية سياسة مالية تهدف إلى رسم سياسة الحكومة الاقتصادية فتنعكس بالموازنة هدف هيدا ما فيه هدف الهدف جمع إيرادات لتصفير بده يدفع ولنرضي صندوق النقد الدولي إنه صرنا عم نحطها مهيدا لتسبيت سعر الصرف علما إنه نحن اللي طلبوا صندوق النقد مننا لع مننا لكابيتال كنترول ولا قانون سرية مصرفية بالمناسبة رايح راجع صراح جاي أربعة خمس فرق اللي مش لدفع رواتب القطاع العام ما هون بدي إلك يعني يعني كل اللي عم بيسير بخده بالنسب ليش عم تستعجل هاي موازنة خمسة وتسعين بالمية تكاليف تشغيلية وخمسة بالمية إلا تكاليف تجهيز والتصمارات يعني شو هي هاي يعني دفع رواتب يعني كل اللي عم بيسير يعني كل اللي عم بيسير رح تدفعوه يا هاي اللهم هاي بتحكي كل شي رح تدفعو كل شي رح ينزل على رقبتكن بكرة وكل هيدا الفجور بالمصاري كل لكريميل شو كريميل يغطوا قطاع عام هن مدخلينون هن اليوم هيدا الكطاع العام يعني رغم كل اللي بنعرف شو المصايب اللي عم بتحوط فيه ومش رح نشمل كل العالم ما بين شملوا عبدا وليكن بنعرف شو الأكترية بهيدا الكطاع العام بنعرف قديش بحاجة هيدا الكطاع العام إلى أنه يتفلتر ليش ما بيقوموا بفلترة هيدا الكطاع العام كانت من 2018 مطلوبة كانت تعديل في نسب ويلة بذل ما يقلنا رياض سلامة وعلي حسن خليل بيتعودوا على هيك موازن ليش ما بيتعودوا نضعتون على البيت كان كان المطلوب بـ 17-18 هيكلة القطاع العام هلأ ثلنا عم يحكي بهيكلة المصارف وما أدراك ما هيكلة المصارف وهيدا الصراع القادم واللي قد يودي مش باللبنان مش بالاقتصاد اللبناني بكل لبنان لأنه مسألة الودائع بعد خمس سنين وين صارت مصريات الناس وين مصريات الناس لا أعلم يحكي برقم بـ 80 مليار بعد ما دوبوا لديك بشو بلهونا ما أقال لك ودايع الناس قانون هيكلة المصارف مين بيرضي بيرضي نائب رئيس الحكومة ما بيرضي جمعية المصارف وما بيرضي بعض الوزراء داخل الحكومة اللي طلعت صارخطهم طيب بيرضي جمعية المصارف ما بيرضي الحكومة ما بيرضي صندوق النائب باش معي كيف لازل تسقط هاي الموازنة نظر في مجلس النواب فيه نواب عم بيحاسب فيه نواب عم بيحاسب عم بيحاسب فيه نواب هيدا اليوم نحنا بفترة تشريعية لا يجوز فيها بفترة انتخابية لا يجوز فيها التشريع بعيدا شعب إلا ما ينزل الشعب على طريق بعيدا عن القانون إذا ما حسوا اللبنانيين بالصخم بكرة اللي كان يدفعوا مئة ألف بده يسير يدفعوا عشر ملايين ما رح يعرف كل عاني تحضر بل شو حضروا حالكم يا لبناني بل شو حصوا شوي هيك بشوية تسخوني لا 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 الكارسي عمل لك قانون هيكة الوضايع التلاتة الجاي بكرة في جلسة اليوم الشعب بودتكمل مسؤوليته يعني قد تصل إلى محل بصدام مع جمعية المصارف تروح لمرحلة إعلان إفلاسة وبالتالي شط بالوضايع عارف شو يعني هيدا الحكي أنا عارب بس اللي بهمني أكتر هو هيدا اللي مش عم بيلاقي المبارف قدي خمسة أربعين ألف صار حق ربطة الخبز اللي مش عم بيلاقيها تيروح يشتري ربطة الخبز يا صديقي معني بدي أقشك الله يعيني اللبناني اللبناني نزل بتشرين وقعد خمسين يوم وبعد هيك شو أنجز صار انفجار المرفأ ماذا أنجز على المرفأ القضائي المسألة صار بدنا نفضة ميحا أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى بدي أشكرك شكرا لألك وأهلا وسهلا فيك مشاهدينا ومستمعينا شكرا أيضا لألكم على حسن المتابعة ونلتعى نحن معيكم بكرة إذا الله أراد اشتركوا في القناة